أثارت صورة تظهر استخدام صورة مكة المكرمة على بطاقات المصرف التجاري السوري جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقتها الصورة نشرها الكاتب الصحفي الموالي حسن يوسف عبر حسابه في فيسبوك مطالبا بتوضيح من قبل مدير المصرف التجاري السوري عن الغاية من وضع صورة مكة المكرمة على بطاقات الصراف الآلي الجديدة مؤكدا على أن الصورة المنشورة هي صورة بطاقته الشخصية وبعد تداول الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري وسيم علي أن الصورة صحيحة وأوضح في حديثه لإذاعة شام أف أم الموالية أن هناك نماذج عديدة للبطاقات كانت معتمدة في المصرف عام 2006 بغرض السياحة ومنها ما عليها الإهرامات وبرج إيفل والبطاقة التي يتم تداولها وعليها صورة مكة المكرمة هي أحد هذه النماذج وعلق على الصورة عصام كاتبا كأن ليس لدينا ما نفتخر به هزولت أما عامر فقال لا يوجد معالم في سوريا تستحق النشر على هكذا بطاقات أعذره أستاذ الكريم